تبادل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقية تهنئة بمناسبة حلول عيد الفترة المبارك مع أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة وأولياء العهود ضمنها سموه أطيب التهاني وصادق التمنيات لهم بالصحة والسعادة مبتهلا إلى المولى جلت قدرتها أن يعيد هذه المناسبة الجليلة على بلدانهم وشعوبهم الشقيقة بالخير والبركات فقد تبادل صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مع كل من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة صاحب السمو الشيخ خليف بن زايد ألنهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الشقيقة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر الشقيقة كما تبدل صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حافظه الله ورعاه برقية تهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة ملوكي ورؤساء الدول العربية والإسلامية عبر سموه فيها عن خالص تهنه وتمنيته لهم بهذه المناسبة العطرة سائل أن الله سبحانه وتعالى أن يعيدها عليهم بوافر الصحة والهنى وعلى بلدانهم وأشعوبهم وكافة العرب والمسلمين بالطراد التقدم والرقية